ما هو قدم في نشرتنا أخبار المال والأمال؟ بصحبة فاطمة خليل تستعرضها لنا إليك فاطمة شكرا محمد عبد وشكرا هبا حسين أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبقها خلال العام الميلادي المقبل 2023 وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العبرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجافة والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسترد والتي تعد منطقة رئيسة في خدمة إقليم القهر الكبرى وخلال الجولة افتتح الملة طريقة رعاة الإسماعيلية بمنطقة مسترد والذي قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته كما افتتح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القهرة لتكرير البترول كما تم افتتح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية بالتوازي مع تطوير منظومة التنقل والتوزيع وتدول منتجات البترولية احنا نقوم في شركة التعاون للبترول مستوضع مسترد احنا الحقيقة وقفنا من حوالي ثلاث سنين لإعادة تطويره بالكامل فتم تطوير كل مستوضعات خزانات السولار الموجودة وكمان الزيوت الأساسية اللي بيتم منها تصنيع زيوت المحركات ومنصات الشحن تم عمل منصات شحن حديثة رقمية وتتسم به كمان السهولة ومتتمتع بوجود عناصر الأمن والأمان فيها وفي الوقت نفسه بيبقى فيها معدلات تدفيع عالية بحيث أن تدخل العربية في أقل من 30 ديئة تكون مالة 50 ألف لتر وده يبقى أرقام سريعة وتخرج بأمان ويصل تعد المراكز التكنولوجية إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن ففي محافظة سهاج تشهد هذه المراكز إقبالا كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن سعدتهم بسهولة الحصول على الخدمات بصورة حضرية ومن شباك واحد يتحقق معه الهدف في محافظة سهاج إذ تشهد المراكز التكنولوجية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات من الوحدات المحلية بسهولة ويسر وطلقى إشادة كبيرة من المتعاملين معها المركز التكنولوجي بيقدم خدمة متميزة من خلال منظومة الإلكترونية لكل الخدمات اللي بيقدمها الدوان العام زي السداد العام زي طلب تقنين زي طلب شكوى كثير من الخدمات بنقدمها من خلال المركز التكنولوجي طفرة كبيرة أحدثتها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة سهاج والتي اتسمت بسرعة تقديم الخدمة وضقتها وفي أجواء مناسبة وبإجراءات شفافة ووضحة ما أحدث حالة من الرضا والقبول عند متلقي الخدمة المركز تطور تطور كبير بالنسبة للأداء الخدمات للجمهور المواطنين بذلك المركز تابعة للمحافظة هنا بدل من أنت كنت الأول عايز ترجي على المحافظة مركزك تختم ورقة أو تجيب أصل أو تسحب هنا التكنولوجيا تطوارت كثير وبقت أسهل المركز التكنولوج من يوم ما تعمل سهل حاجات كثير خالص وقرب مسافة كثير جدا وسهل علينا حاجات كثير خالص من يوم ما تعمل بصراحة جيت هنا المركز فلاقي خدمة ممتازة معاملة حلوة من الموظفين 15 مركزا تكنولوجيا هو إجمالي عدد المراكز التي أنشأتها الدولة بمختلف مراكز المحافظة لضمان الوصول بالخدمة المميكنة لكل المواطنين دون تمييز والتأكيد على تقديم الخدمة والرد على المواطنين بشكل سريع وحسم تأتي المراكز التكنولوجية ضمن برامج الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتسعى الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة للتحقيق رضاء المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية في أسواق المعادن النفيسة ارتفت أسعار الذهب مع توقف سعود الدولار لتصل إلى 1672 دولار للأوقية ومحليا سجل عيارة 18 نحو 956 جنيه بالنسبة لجرام الذهب 21 وصل سعره إلى 1115 جنيه وهو الأكثر مبيعا بالنسبة لعيارة 24 وصل سعره إلى 1274 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8920 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفع تسعار النفط قليلا بعد تسرب مرفأ البصرة العرقية الذي قيد اندادات الخام وارتفع تلقود الأجل لخام برينت بنسبة 56 من مئة بالمئة إلى 91 دولار و35 سنت للبرميل زادت العقود الأجل لخام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي بنسبة 1 من مئة بالمئة إلى 85 دولار و11 سنت عند التسوية في المقابل تراجعت أسعار المزوط العالمية بنسبة 72 من مئة بالمئة لتصل إلى 3 دولارات و15 سنت للتر بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 76 من مئة بالمئة لتسجل نحو 7 دولارات و76 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قالت وزارة النفط العراقية أن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطية عادت إلى معدلتها الطبعية بعد توقفها أمس الجمعة بسبب تسارب نفطية وأضافة الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسارب النفطية ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصدرية تبلغ نحو مليون وثمينمائة ألف برميل يوميا شاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية